موسيقى طابت اوقاتكم اينما كنتم حلقة جديدة من مضار الغد وفيها قمة الاحتواء وتنقية الاجواء في جدة مبادرات لحل خلافات البيت العربي ومحاولات لتصفير المشكلات مع دول الجوار موسيقى اختتمت فعاليات القمة العربية الثانية والثلاثين في جدة بالمملكة العربية السعودية وهي القمة التي شهدت حضورا لافتا من القادة والزعماء العرب وبتتبع قوائم حضور القمم العربية السابقة من موقع جامعة الدول العربية نجد ان قمة جدة هي الاكثر حضورا من حيث القادة والزعماء منذ عام الفين وسبعة عشر حيث شهدت حضورا خمسة عشر زعيما وقائدا عربيا وهو نفس عدد القادة والزعماء العرب الذين حضروا قمة عمان بالاردن عام الفين وسبعة عشر وقمة شرم الشيخ في مصر عام الفين وخمسة عشر شهدت ايضا نفس عدد الحضور من القادة والزعماء العرب بالاضافة الى قمة سيرت في ليبيا عام الفين وعشر والتي شهدت هي الاخرى نفس عدد الحضور من القادة العرب وتعد قمة الرياض عام الفين وسبعة هي الاكثر حضورا من حيث القادة والزعماء العرب حيث حضرها سبعة عشر زعيما عربيا ويعادلها في نفس الرقم قمة الدوحة عام الفين وتسعة والتي حضرها ايضا سبعة عشر قائدا عربيا وتأتي قمة القاهرة الطارئة عام الفين في المركز الثالث باربعة عشر قائدا عربيا حضروا فعاليات القمة وفي المركز الرابع تأتي قمم تونس عام الفين واربعة والجزائر عام الفين وخمسة والكويت عام الفين واربعة عشر بحضور ثلاثة عشر زعيما وقائدا عربيا في حين شهدت ثلاث قمم عربية مشاركة أحد عشر زعيما وهي قمة شرم الشيخ عام الفين وثلاثة وقمة الخرطوم عام الفين وستة وقمة دمشق عام الفين وثمانية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بضيفنا في استوديوهات قناة الغد هنا في القاهرة الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة مرحبا بكم دكتور طارق فهمي كما نرحب بضيفنا من القاهرة أيضا السماني عوض الله الكاتب الصحفي السوداني ومن العاصمة دمشق نرحب بضيفنا أسامة ذنورة الكاتب والباحث السياسي ومن الخليل الدكتور عماد البشتاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخليل نبدأ النقاش أولا مع ضيفنا هنا في الاستوديو الأستاذ الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة دكتور نجدد لك التحية في هذه القمة العربية ما الجديد الذي رصدته والذي يختلف عن القمم السابقة أم أنه لا جديد؟ هو بالتأكيد فيه جديد لكن هو مرتبط طبعا بما هو قادم بعد مرحلة انتهاء القمة وبداية خطوات أخرى ما شاهدنا اليوم شيء جيد وشيء يؤكد أن هناك معادلات كبرى ستغير الاقليم بدون أن يكون هناك تجاوز فيه التحليل يعني معادلات الاقليم ما مرتبطة طبعا بالتعامل مع الاقليم بمعنى العلاقات السعودية الإيرانية استئناف العلاقات مصر مع تركيا فيه جزء منها هو التركيز على القضية السودانية والقضية الفلسطينية باعتبرها القضايا الرئيسة في الاقليم بعيدا عن جدول الأعمال التقليدي كما تعلم حضرتك القضية ليست فيه كل هذه البنودة التي يحملها كل بيان ختامي لكن أعتقد أن فيه مناخ جديد يتشكل هناك رابح وهناك خاسر من هذه القمة إن صح التعبير هي قمة عودة سوريا لا بد أن نعترف بهذا فيه طبعا قضايا أنا في تأديري ربما أخذت يعني أهمية في درجة أقل يعني ملف السوداني على سبيل المثال برغم أن الجميع تحدث عن السودان وملف السودان وملف مهم القضية الليبية غابت بتفاصيل برغم التأكيد على الأطر كل كلمات رؤساء الوفود حملت أطر لكن تخلو من أليات تخلو من مقترحات حتى الرئيس السوري في أول إطلال له تحدث في خمسة دقائق محددة عودة الفائز بمعنى أنه يتحدث أنه لإصلاح الجامعة العربية لم يتحدث عن عملية سياسية تحدثنا في مجملات بالنسبة للقضية الفلسطينية وكنا نتمنى أنا في تقدير الشخص وكنا أتمنى أن يعاد طرح فكرة مقربة خاصة بالمبادرة العربية أن حتى خلال الساعات الأخيرة لعل القاضى العرب كانوا قد شاهدوا ما حصل في مسيرة الأعلام فبالتالي كان يجب أن تكون هناك رسالة حدة وقوية لإسرائيل للدول التي قامت بإقامة علاقات سلام مع إسرائيل قضية ليست بتعاون إقليمي أو مشروعات سلام أو تطبيع وغير ذلك لابد أن تكون هناك لغة أقصر حدة مع الجانب الإسرائيل أطراف الإقليمية الأخرى العبسة بأمن الإقليم على تركيا إيران إسرائيل هذه الدول عبسة بأمن الإقليم لا تزال موجودة على الأرض في سوريا يعني هناك أليات كثيرة يجب أن يعني كان يجب أن تطرح فيها لكن دعنا نستبشر لكن السياسة تقول أنه الأهم فيها ما هو قادم رسم المشهد الإقليم العربي ونظام الإقليم العربي مؤسسة القمة العربية والجمعة العربية مؤسسة العمل العربي المشترك هناك أولويات مهمة يجب أن تطرح لكن أنا كنت سعيد بتأكيد كل الأطراف بما فيها السعودية التي صدفت حدث القمة بالتأكيد أن القضية الفلسطينية هي القضية الرئيسة هي القضية الأهم والقضية المركزية للدول العربية أعتقد أن هذه رسالة مهمة لكن كنت أتمنى خطابا سياسيا عربيا مختلفا للقوى الإقليمية الأخرى ليس لإسرائيل لكن أيضا لتركيا وأيضا لإيران طيب دكتور طارق فهمي دعنا نذهب إلى ضيفنا في القاهرة أيضا السيد السماني عوض الله الكاتب الصحفي السوداني سيد السماني من واقع النقاشات التي ضارت في القمة العربية بشأن السودان وكان على رأسها ضرورة وقف إطلاق النار فورا بين الجهات المتحاربة هذه الدعوات كيف سيكون صداها في السودان وتحديدا من جانب الطرفين المتحاربين نعم حقيقة قبل الحديث حول الدعوات لوقف إطلاق النار أود أن أشير إلى أن الإعلان جد شدد على ضرورة عدم دعم أي جماعات أو مليشيات مسلحة خارج إطار الدولة فهذه هي خطوة لوقف أو دعم أي مليشيات مسلحة يمكن أن تحكر صفوة استغرار الدول سواء كان في السودان أو في ليبيا أو في بعض الدول الأخرى التي تعاني منها شاشة أمنية فهذه النقطة التي وردت في الفقرة السادسة من إعلان جد أعتقد أنها مهمة جدا لحفظ الاستغرار والأمن في المحيط العربي نعم كذلك التأكيد على أن القمة هي أكدت على أن محادثات جد هي ستكون الأساس لوقف دائم لإطلاق النار فبالتالي المحادثات التي بدأت في 2 مايو الجاري هي احتبرها كخطوة مهمة نحو الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار والوصول إلى تسوية سياسية لمعالجة الأزمة التي يعاني منها السودان طيب سيد أسامة ذنورة الكاتب والباحث السياسي في دمشق بالنسبة لسوريا ما المكاسب التي حققتها في هذه القمة العربية بعد تحية لكم ولسادة المشاهدين وللضيوف الكرام أعتقد أنه من الممكن أن توصف هذه القمة بتوصيفات عديدة منها أن نقول أنها قمة لمشمل العربي وعودة الوعي إنجاز التعبير واستعادة الاتجاه السليم للبوصلة العربية كل هذه التوصيفات يمكن أن تكون صحيحة بدرجات متفاوتة اليوم الدولة السورية طبعا عادت إلى موقعها الطبيعي ضمن هذه المنظومة الرسمية العربية التي هي كانت من المؤسسين لها كدولة ووجدنا في إعلان جد ما يشير إلى ما كنت أتحدث عنه من عودة الوعي يعني عندما وكما أشار الضيف الكريم من القاهرة أن كل التنظيمات تحت الدولاني الميليشيوية المسلحين كلهم أصبحوا في خانة الإضرار بالشعب أو بالشعوب العربية أو الإضرار باستقرار الدول وإلى ما هناك فهذا يعني أن المنطق الذي كان مطروحا حول ثورة وثوار وإلى ما هناك قد أصبح الآن وراء ظهورنا عندما نتحدث عن عدم التدخل في شؤون داخلية للدول العربية بعضها بعضا أيضا هنا نتحدث عن حقبة أصبحت وراء ظهورنا وأيضا على مستوى جيو بوليتيكي لنقول بأن هناك أيضا إعادة توجيه نحو مركزية القضية الفلسطينية هذا المسار الذي هو مركزية القضية الفلسطينية كان هو السائد والمتبع بجميع القمم العربية التي سبقت موجتنا أطلق ولكن بخصوص العالم العربي نحن تابعنا كلمة الرئيس السوري بشار الأسد التي طالب فيها بإعادة ترتيب الشؤون العربية بعيدا عن التدخلات الخارجية هل الرئيس الأسد هنا يشير إلى أطراف بعينها تتدخل في الشأن العربي بكل تأكيد يعني الرئيس الأسد أشار إلى يعني أكثر من طرف وخاصة بالتحديد الطرف الغربي بشكل عام ووصف الأمر بأنه هجوم ذو أبعاد حضارية وثقافية عندما تحدث عن النيو لبراليزم وأيضا هو وصف أو تحدث عن العثمانية يعني أداتها تنظيم الأخوان المسلمين الأرهابي فإذن هذين الطرفين وأحدهما قد يكون أو ثانهما وكيل للأول يعبثان باستقرار المجتمعات العربية وقاموا بالكثير من الأضرار ليس فقط بالعمل العربي المشترك وليس فقط بوحدة القرار العربي وفعالية القرار العربي ولكن أضروا بمصالح الشعوب وباستقرار الدول واستنزفوا بكميات هائلة بمبالغ فلكية الحقيقة اقتصادات الدول وبناها التحتية وتسببوا بموجات هائلة من اللاجئين والمهجرين وبتراجع الاقتصادات العربية إلى حدود كبيرة جدا ويعني انطلاق أو يعني ظهور أشباح التجزئة والانقسام الشاقولي في بعض المجتمعات على مستوى الوحدة الوطنية وعلى مستوى الوحدة الجغرافية لذلك من المهم جدا أن يكون هناك وحدة في الموقف العربي حول انهاء هذه المرحلة وأن لا يكون هناك مجال لبعض الأنظمة العربية التي نعرفها جميعا للاستثمار أكثر خدمة للتركي أو لسواه في محاولة التدخل في أشؤون داخلية للدول العربية والإضرار بسلامة مجتمعاتها وسلامة أشخاصها ومحاولة ضعافها ضعاف موقعها السياسي الذي ينعكس بالنهاية على المنظومة العربية الرسمية ككل طيب ننتقل إلى ضيفنا في الخليل الدكتور عماد البشتاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخليل دكتور البشتاوي بأي عين راقب الفلسطينيون النقاشات التي دارت في القمة العربية وبيانها الختمية أيضا يعني أولا في البداية مساء الخير إلى كل الضيوف لجميع المشاهدين حقيقة الفلسطينيون لا يختلفوا عن بقية العرب المتابعين لهذه القمة العربية اللي حقيقة ضيفك من دمشق تحدث عن عودة الروح وعودة الوعي هي عودة الروح العربية والآن بدأنا عندما عادت سوريا للجامعة العربية والجامعة العربية إلى سوريا بدأنا نستشعر أنه حقيقة المنظوم العربية والنظام الأقليم العربي يقوم على دول مركزية هي السعودية وسوريا ومصر ولا نقلل من بقية الدول العربية لكن هذه دول مركزية في بناء النظام الأقليمي العربي وهذا ما جعل من عودة سوريا تعيد نوع من بث الأمل والتفاؤل لدى المواطن العربي عامة والمواطن بفلسطين بشكل خاص حقيقة فيما يتعلق بالجديد في القمة العربية هو عودة الدور السعودي وهو دور مهم غاب بالفترات الماضية لكن في خلال أشهر الفائتة شعرنا أن هناك دور سعود يحاول أن يلعب دوره يحاول أن يرفع شعار سفر مشاكل عربية من خلال حل القضايا أو النزاعات لسيما العربية العربية أو الجزئية في داخل الدولة العربية الواحدة وكان أبرز مثال على ذلك الأزم اليمني وثم ننتقل لأزمات أخرى إذن فلسطين ينظر لهذه القمة إذا كان العرب بخير ففلسطين بخير وإذا كانت الدول العربية تجاوزت ما يسمى أزمة الربيع العربي أو الأحداث الربيع العربي التي أرادت أن تجزئ الدولة الوطنية وأرادت أن تقسمها إلى مفاهيم طائفية ودينية وانحسار التيار الإسلام السياسي والتيارات الدينية وتراجع حتى الدول الداعمة لهذا التيار عن دورها هذا يعيد للدولة الوطنية الدولة القطرية دورها وهو حقيقة مبشر بالخير لكي نخرج من هذا الموضوع النقطة الثانية نعم ضيفك من القاهرة تحدث على أن هناك عموميات لكن هذه العموميات مهمة بعد فترة انقطاع امتدت لأكثر من 12 سنة نتبنى مفاهيم موحدة يشعر النظام العربي بضرورة التوحد بضرورة تهميش الدول وهذا ليس سهل لكن في النهاية يجب أن تهمش الدول المحيطة بالنظام الإقليمي العربي وتحديدا تركيا إيران إثيوبيا إسرائيل أو على الأقل نكون فاعلين وليس ندور في فلك أحد هذه الدول أو في فلكها جميعا إذن جميع هذه المفاهيم جاءت بها هذه القمة العربية وعودت سوريا بهذا المفهوم حقيقة أشعرنا لأول مرة منذ سنوات أن هناك روح عربية بدأت تظهر من جديد والمفاهيم التي طرحها الرئيس السوري بشار الأسد تحدث بجزئية مهمة أن نحن يجب أن نبتعد عن فكرة الانتقال من حضن لحضن لأن هذا هي حالة مؤقتة الحالة الحقيقية الطبيعية الفطرية هي هذه الروح العربية التي سادت هذه الجلسة وسادت المواطن العربي والمستمع العربي نعم الذي يتمنى أن تتحول هذه الأفكار التي ذابت عنها إلى مئة تطبيق هذه العودة للروح العربية كما تقول كيف ستنعكس هنا على القضية الفلسطينية سأحصل منك على الإجابة ولكن بعد أن أذهب إلى ضيفنا في الستوديو مرة أخرى الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية دكتور طارق معنا هنا البيان الختامي للقمة العربية ولكن لوحظ فيه أنه خلى من أي إشارة إلى إيران على عكس البيانات التي كانت تصدر في السابق هل هناك من تفسير لذلك؟ هو بالتأكيد طبعا لأن الأطراف الإقليمية العبسة بأمن الإقليم هي معلومة هي تركيا وإسرائيل وإيران بطبيعة الحال هذه الدول تتدخل في الشؤون العربية وهذا ليس أمرا جديدا لكن هو موجود بسرعة أو بأخرى لكن خلينا أنوه لبعض ما تم طرحهم من سادة الزملاء العزاء فيه إشكالية متعلقة الجميع رحب بعودة سوريا والجميع مع عودة سوريا إلى شغل موقعها في الجميع العربية وإحنا كلنا سعاداء بهذا الأمر لكن أي سوريا التي تعود هذه إشكالية متعلقة بسوريا المفيدة لا يجب أن ننسى أن على الأراضي السورية جيش تركي وجيش إسرائيلي وجيش أمريكي وجيش روسي وقوات هنا أو هناك وكل هذه القوة عبسة بأمن سوريا حتى الآن وبالتالي العملية السياسية التي من المفترض أن تقودها جامعة الدول العربية وإطارها العربي لابد أن يكون من أساس استعادة العملية السياسية وخطوة مقابل خطوة وبالتالي ما ذكره الرئيس بشار الأسد وهو رحب به على اعتبار أنها عودة حميدة إلى العالم العربي لكن سوريا منهكة وسوريا المفيدة مطالبة أيضا بإبداء كثير من الأمور لأنه لا تنسى أن هذه القوة العبسة تضم أيضا الولايات المتحدة وتضم أيضا تركيا وتضم إسرائيل وتضم روسيا فبالتالي يجب أن ننسى أن الذين طالبوا بعد مقود قوات دولية على الأراضي السورية هم أيضا يستدعونها بصورة وبخرى إذا كنا نقصد إيران إيران الآن في إطار المعادلات الكبرى تشكل في الإقليم على ما سيجري في استئناف العلاقة بين تهران والرياض على مجمل قضايا الإقليم وليس في ملف السوري حضرتك فقط نعم ولكن هل حضور الرئيس بشار الأسد لهذه القمة العربية هل وجه رسائل عربية معينة إلى بعض الأطراف الخارجية الأخرى ومنها الولايات المتحدة الأمريكية سيدي موضوع منكفة السياسة الأمريكية الأمريكان أبدو العديد من الملاحظات على عودة العلاقة بدون أن يقدم الرئيس السوري أو تقدم سوريا أي التزامات في هذا الإطار السياسة الأمريكية كما تعلم مش مرتبطة فقط بقانون قيصر ومنظومة العقوبات أو ما إلى ذلك لكن بنقطة من أول السطر لكن لا تنسى أن دعوة الرئيس الأوكراني أن اليوم هي رسالة مبطنة لولايات المتحدة الأمريكية ملف مقابل ملف حضرتك يعني أريد أن أوضح الصورة جزء مما شاهدته الآن باستدعاء الرئيس الأوكراني وإطلاق خطابه من القمة هو تأييد المواقف الأمريكية في مقابل الموقف الروسي يعني إذا كانت الجانب الأمريكي لديه تحفظات على هذه العودة فنحن أتينا بالرئيس الأوكراني لبداية إمكانية أن يكون هناك فكرة المبادرة لترحى سمو الأمير محمد بن سلمان في هذا الإطار وبالتالي الدول العربية الآن الوازنة في الإقليم هي مصر الإمارات والسعودية هي القادرة على تحريك المشهد في هذا التوقيت في رسائل مهمة أوي يمكن أن نقوم بها سواء تجاه الولايات المتحدة لأن لديك فرصة زهبية لصياغة علاقات عربية دولية جديدة بمعنى أنه مش الانفتاح على روسيا أو الصين تناكف السياسة الأمريكية ليست بهذه الأمور تضار السياسات الدولية إنما فيه جزء منه مرتبط بمناخ جديد يتشكل فيه العالم العربي جزء منه مخبط إيران أنت تسترد سوريا من الجانب الإيراني هل إيران ستسمح لك بهذا في هذا التوقيت إحنا بنتكلم سياسة وقعية بعيد عن المجملات في هذا الإطار يعني هل يمكن أن نفهم من كلامك بأن العرب لا زالوا يتوقفون عند مقولة أن تسعة وتسعين في المئة من أوراق اللعبة هي في أوراق في يد الولايات المتحدة الأمريكية جزء من الرسالة العربية اليوم أنك لا تناكف فقد السياسة الأمريكية لأن السياسة الأمريكية لن تتغير يعني قانون قيصر ببنوده وملحقاته وحيمثل لديك إشكالية في مشروعات متعلقة بأعمار سوريا والتعامل مع سوريا كنظام مقبول في النظام الإقليم العربي لكن أنت لديك أوراق أخرى حينما زي ما أشرت انفتاح على أوكرانيا هو ليس في أن لدينا تبنية أو مقربة تجاه أوكرانيا لكن الرجل رئيس أوكرانيا على فكرة لف برناميات عديدة في العالم يعني وحتى إسرائيل يعني فبالتالي أنت تتحدث مع رئيس قادم بهذه السورة لكن التصور العربي وأنا أتصور أنه الأشقاء في السعودية كان في تأديرهم هذا هو مغزلة السياسة الأمريكية بورقة الرئيس الأوكراني فكانت الأمور واضحة في هذا السياق الأمر الآخر أنت تحولت من فعل من رد فعل إلى فعل أنت اليوم بتقترح كدول عربية وجمع عربية أن يكون ليك دور فيه الوساطة ما بين روسيا وبين أوكرانيا ده شيء جيد هل هذا وارد؟ وارد يعني هل نتوقع أن الدول العربية هي التي يمكن أن تحل مشكلة الحرب الروسية الأوكرانية؟ لا مانع لأنه لديك قدرات السعودية والإمارات تتحركوا في ملفات إنسانية كثيرة وهناك تقبل لفكرة الوساطة حضرتك بتطرح الوساطة لكن ترفين معادلة في أي مشكلة أو إشكالية دولية متقبل حضرتك لفكرة الوساطة نفسها أنا في تأديري أنه على العرب أن يتجاوزوا الفكر التقليدي أو النمطي في هذا الإطار حتى في القادة الفلسطينية أنت سمعت كلاما جيدا يعني كنت سعيد بي هما يتحدثون عن القادة الفلسطينية لكن لم يتحدث أي من القادة العرب حول ما يجري في الأراضي العربية المحتلة من ممارسات إجرامية تكون به سريحة هتقول لي لا تمت الإدانة من قبل الجامعة العربية هذا شيء جيد نعم والإدانة تمت وهي واردة هنا في هذا البيان أيضا كان لابد أن يحمل رسالة معينة للحكومة الإسرائيل بأليات عمل محددة الأليات سيدي مرتبطة به إما أنك تهدد بوقف المبادرة العربية أو تجميد بنضها لبعض الوقت أو كثير من الأليات اللي أستطيع أن أعددها أو المطالبة بوضع الأراضي العربية تحت الإئتمان الدولي وكنا نتمنى هذا إذا تمسكنا بالمبادرة العربية وهذا تشيء جيد يبقى كان لابد أن حضرتك تنقل رسالة بوضع الأراضي العربية تحت الإئتمان الدولي ويصدر في النص الختامي هذا أمر مهم لكي تقول للجانب الإسرائيلي أننا لا نتكلم في فضاء سياسي خارجي وبالتالي المناخ النهاردة اللي حضرتك لو بتعمل تحليل مضمون لكلمات رؤساء الوفود كلها كانت كلمات جيدة كلها حملت أطر عامة كانت كلها تدعو إلى مناخ جديد يتشكل في الإقليم لكن أنا أعتقد أن الجامعة العربية مطالبة بإيجاد أليات عمل حقيقية اللي جان شكلت في الملف الفلسطيني والملف الليبي والملف السوري لكن القادم هو اللي حيحمل تصورات هل سيقبل النظام السوري بعملية سياسية هل سنقبل بتحريك الملف الفلسطيني وأنت تعلم وأنا أعلم أن هذه الحكومة الإسرائية ستقوم بعمليات ومخططات كبيرة في القدس وخارج القضية ما كانتش مسيرة الأعلام خلال الساعات الأخيرة ده مخطط قادم خطة 20-50 كيف نتعامل معها خطة الترانسفير الجماعي فيه أمور كثيرة حتى الملف الليبي أنت لم توجه للأشقاء في ليبيا ضروري تحديد إطار زمني للعملية السياسية يعني ماذا سيفعل باتيلي حينما سيجوب المنطقة العربية خلال العشرة أيام المقبلة كما هو مقرر لابد أن يسمع لغة جديدة من العالم العربي نعم هذا بالنسبة للملفين الليبي والسوداني عفوا الملف السوداني والليبي والفلسطيني ولكن سيد عوض الله بالنسبة للملف السوداني ما الذي يمكن أن تقدمه الجامعة العربية لوقف آلة الحرب في السودان الآن حقيقة ما يمكن أن تقدمه الجامعة العربية للسودان هو ضرورة إسراع المفاوضات التي بدأت في جدة في 2 مايو الحالي ودعم الأطراف السياسية السودانية لضرورة التوصل لاتفاق لوقف هذه المعنى أضف إلى ذلك يمكن أن تقدم الجامعة العربية كثير من المبادرات الإنسانية لمعالجة ترد الأوضاع الإنسانية التي يشهدها السودان جراء هذه الحرب وإعادة الإعمار الذي دمر كذلك إحياء الروح في مبادرة الأمن الغزائي العربي من خلال استثمارات حقيقية تعود للدول العربية بما يكفيها من موارد غزائية كذلك أن الاستثمار في السودان يمكن أن يوقف هذه الصراعات والنساعات باحتبار أن ما يحدث الآن هو حرب على الموارد بس لو سمحت أشير إلى حديث بعض ضيفك داخل السوديو هو الذي يبدو غير متفائل لهذا الإعلان ولكن الإعلان في مجمله لهذه القمة يبدو أكثر تفاؤلا خاصة أنه تناول العديد من الغضايا والتمس كثير من الغضايا ليس كما نجب وندين كما كان يحدث في القمة السابقة التي انعقدت وحي ثلاثين مرة لكن يبدو هذه القمة الآن هي أشارت إلى نقطة مهمة جدا التي هي عدم دعم الميليشيات المسلحة التي خارج نطاق الدولة فهذا يعني في حد ذاته يشير إلى أن هناك كما كان يحدث في سوريا ويحدث في اليمن ويحدث في ليبيا ويحدث الآن في سودان وجود هناك حركات مسلحة في هذه البلدان هي أثرت على أمن واستقرار هذه الدول أعتقد أن الجامعة العربية من خلال ما ورد في إعلان جدة يمكن أن يساهم كثير جدا في حل الغضية السودانية يمكن في حل الغضية الليبية كذلك التحرك العربي العربي لإنهاء عملية الاحتلال وتضييق عليه خاصة أن دعنا أن يكون متفائلين غليلا بأن يمكن العالم العربي أن يشكل هذه المرة من خلال هذه القمة أن يشكل آلية تعد ضغط على المجتمع الدولي باحتمال أن العالم العربي غنيين بموارده غنيين بإرادته غنيين كانت تفقده الإرادة وعودة سوريا يمكن أن تدفع هذه الإرادة العربية العربية لحل كثير من الغضايا خاصة فيما يتعلق بالغضايا السياسية والأمنية وكذلك الغضايا الأمن الغزاء العربي سيد سمالي يتعلق بسوريا والسؤال لك سيد أسامة الدنورة هناك تعويل كبير على دور سوري في القضايا العربية ولكن سوريا التي خرجت منهكة من هذا السراع الذي استمر لسنوات طوال كيف لها أن تقوم بدور فاعل هنا طبعا لنقول بأن السوريا الدولة السورية لم تخرج بشكل كامل اليوم من حالة العدوان الممارس للضهاء الذي استهدفها نحن هنا نتحدث عن بقاء قوات احتلال إضافة إلى قوات الاحتلال الإسرائيلي قوتي احتلال وهنا طبعا ما تحدث به ضيفك الكريم في الاستوديو كأننا لم نصل إلى أي مكان في الحقيقة الجامعة العربية وصلت إلى مكان غير الذي تفضل به يعني لم يعد الضظر إلى كل القوات غير السورية على الأرض السورية بنفس القياس كان هناك ما هو واضح في البيان الختامي لاجتماع عمال الوزراء الخارجية بالقول القوات الموجودة بشكل غير شرعي فإذن هنا تم تصحيح الأمر فيما يتعلق بالتمييز ما بين قوات الاحتلال ولا يمكن تجاوز هذا المنطق بالمناسبة يعني لا يمكن القول بأن من استدعتهم الحكومة السورية الشرعية المعترف فيها في الأمم المتحدة والتي يرفع علمها هي هم الذين أتوا بدون دعوة وقاموا بدور احتلالي فإذن هناك تقدم في هذا الخطاب العربي في هذا الاتجاه إضافة إلى ذلك أيضا لا يمكن الحديث اليوم أعتقد أن مصطلح نظام يعني تجاوزه هو الزمن بعد ما حصل اليوم بالتحديد اليوم الرئيس السوري استقبل بكلمة فخامة الرئيس ولما هناك فمغزى الحديث نحن في الأوساط السياسية والإعلامية هناك حقبة كاملة عقد ونيف من تسميم الأفكار والأجواء تجاه بعضنا بعضا أعتقد أنه يجب سحب هذه المصطلحات والمفاهيم التي تتعلق بأدوار خارجية حاولت الإضرار باستقرار الدول وهي الحقيقة تعرضت لها جميع الدول العربية على قدر المساواة تقريبا بما فيها المجتمعات الخليجية التي كانت مهددة إلى حد بعيد بالشعبوية التي تتخذ من الدين ستارا لها طبعا فيما يتعلق بالموقف من إيران لفتني اليوم كنت أقرأ في إحدى الصحف القول بأن الاتفاق ما بين سعودية وإيران هو بديل للاتفاق النووي هل هو بديل فعلا ليس بديلا بالكامل ولكنه بديل سعودي للاتفاق النووي يعني السعودية ترى اليوم بأن حصتها من هذا الخلاف مع إيران بإمكانها أن تسويها دون أن تلزم نفسها بإجندات لا تعني أولويتها الوطنية بالدرجة الأولى وينطبق على كل دول الخليج يعني درجات متفاوتة فإذن اليوم المملكة العربية السعودية امتلكت من النفاذ البصيرة ومن الرؤية الاستراتيجية ما جعلها وأيضا من قوة القرار الوطني وهذا وهذا عامل مهم جدا نحن اليوم أمام قادة شباب بإمكانهم أن يتجاوزوا أن يكسروا هذا الحاجز السيكولوجي الذي يعني يقول أو مفادة هو أنه لا تفكر حتى بتحدي الإرادة الأمريكية أو حتى أكثر من ذلك لا تفكر بتمايز مصلحتك الوطنية أمام الإرادة الأمريكية وهنا يعني هناك تقدم لمفهوم المصلحة الوطنية أولا تقدم لمفهوم المصلحة العربية باعتبار يعني أن المفهوم الأمن الجماعي لدى الدول العربية هو حاضر دائما والأمن الاقتصادي العربي الجماعي هو أيضا أمر حاضر فإذن هناك أيضا تقديم للمصلحة العربية المشتركة بدرجة من الدرجات على الأجندات التي تحاول بعض الدول من الخارج فرضها فإذن اليوم هناك حالة احتلال تركي للأراضي السورية حالة احتلال أمريكي وفي المقابل ما يتعلق بجزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى الموقف السوري واضح دائما تجاه هذا الأمر منذ ما قبل عام 2011 وحتى اليوم وهو الموافقة على الإجماع العربي في هذا الإطار ولكن هنا نستطيع التمييز ما بين من يحاول أن يخرق يحدث خرقا في المجتمعات العربية بأداة هي تنظيم الإخوان ويدعم هذا الأمر بالتدخل العسكري مباشر ويهدد جميع الدول العربية بدرجات متفاوتة وما بين قضايا تعتبر حدودية إلى درجة من الدرجات ويمكن التوصل إلى حل فيما يتعلق بها طيب دكتور عماد البشتاوي أيضا في بيان جد البيان أشار إلى ضرورة تحقيق السلام ولكن على أساس حل الدولتين وفقا للمرجعيات الدولية وعلى رأسها مبادرة السلام العربية هل هذا وارد من الأساس؟ هل لا تزال مبادرة السلام العربية قائمة بالفعل؟ من المؤكد أنه لا وأنه إسرائيل حتى في يعني ذروة القوة العربية وذروة طرح المبادرة العربية سنة 2002 وكان في عنا انتفاضة فلسطينية انتفاضة الأقصى والانتفاضة الثانية ورفضها الشارون وحط عليها مجموعة تحفظات ولم تكن إسرائيل بهذه القوة من العربدة على الساحة الفلسطينية والساحة العربية ولم تكن الحالة العربية بهذا الترهل وهذا الضعف يعني عندما نتحدث عن 2002 غير لما نتحدث عن 2023 وما جرى من مستجدات على الساحة العربية حقيقة سواء كانت دول عربية الكلاسيكية التي عقدت سلام مع إسرائيل مصر والأردن ثم دول التطبيع العربية الإمارات البحرية ولاحقا المغرب وبالتالي ضعف موجود في الصف العربي يضاف إلى الضعف التاريخي لجامعة الدول العربية التي هي في عزها وفي ذروتها لم تستطع أن تفرض أو أن تلمح بفرض شروطها أو مبادرتها على الجانب الإسرائيلي أو أن تكبح جماح الدول التي هرولت باتجاه التطبيع أو بعض الدول حاليا في طريقها نحو الهرول للتطبيع إذن عمليا إحنا نتحدث عن ليس المأمول والمتأمل نتحدث عن الواقع العربي الضعيف والمترهل ومن ضمن هذه الأشياء نرحب بنتائج هذا البيان الختامي وإحنا متأكدين أن هذا لا يكفي ثانيا موضوع حل الدولتين لو الدول العربية والزعماء العرب لو أنهم موجودين في فلسطين تحديدا وموجودين في الضفة الغربية كان أكيد رح يعيدوا نظر في موضوع حل الدولتين إسرائيل تتمدد بشكل كبير في موضوع المستوطنات والمستوطنين نتحدث الآن عن 700 ألف مستوطن وهي في طريقها باتجاه المليون مستوطن خلال السنوات القليل قادم هذا في الضفة الغربية ما الذي سيتبقى من الضفة الغربية بهذا التحول الديمغرافي ومن ثم التآكل الجغرافي لأراضي الضفة الغربية أضف إلى ذلك حصار قطاع غزة إذن عندما ترفع الشعار حل الدولتين أنت غير مدرك تماما أولا للوضع الراهن القائم الذي تقوم به هذه الحكومة اليمينية ثانيا أنت مدرك تماما هذه الحكومة مش فقط لا تؤمن بالسلام هي لا تؤمن حتى بوجود الشعب الفلسطيني وصرح أكثر من وزير إسرائيلي بأنه لا يؤمن بوجود الفلسطينيين إذن على ماذا تطرح أو على أي جهة في إسرائيل تطرح السلام إذا كنت غير مدرك لهذه العملية إذن من هنا صعوبة الوضع الفلسطيني وصعوبة الوضع العربي مرة ثانية جامعة الدول العربية في قوتها وفي ذروتها لم تستطع أن توقف دولة عربية ولا أن تكون حاسمة في موضوع طرح مبادرة سياسية وتقنع الأطراف الدولية الفاعلة أو تقنعنا بإجماع عربي بأنه تقف خلف هذه المبادرة الفلسطينيين نعم رحبوا لكنه يرحبوا بالحد الأدنى من هذا الإجماع العربي على الأقل أن تبقى السعودية وهي من أهم الدول العربية رافضة للتطبيع لحد الآن مع البعض أن يلمح أن هناك مفاوضات سرية أو كان مستشار الأمن القوم الأمريكي موجود في السعودية وهو يقود السعودية لحال التطبيع وهناك مفاوضات في هذا الموضوع مع كل ذلك نقول بقاءنا كفلسطينيين وبقاء القضية الفلسطينية كقضية مركزية في البيان الختامي هو إنجاز أن تبقى القضية الفلسطينية محور نقاشات مؤتمرات القمة العربية هذا جيد ونطالب بمزيد من الدعم والوقوف إلى جانب الفلسطينيين والقضية الفلسطينية لأن مرة ثانية هذه حكومة ليست فقط تستهدف فلسطين وإنما تستهدف فلسطين وتستهدف الأردن وتستهدف المشروع العربي ككل لأن نحن بنعرف وما بنرجع كثير للتاريخ أن المشروع الصهيون وإسرائيل هو أداء استعمارية لضرب الوحدة العربية وضرب أي دولة عربية تبحث عن الاكتفاء الذاتي أو تبحث عن الاستقلال الحقيقي وما حدث في الربيع العربي أكبر دليل أن إسرائيل تريد أن تهدم هذه الدول العربية هذه الدول الوطنية وبالتالي تريد أن تتسيد الموقف وما شهدته إسرائيل حقيقة على مدار الربيع العربي لم تشهد في تاريخها يعني حالة الاستفراد بالفلسطينيين والاستفراد بالدول العربية وضرب سوريا المتواصل هذا كله بفضل الربيع العربي نعم ضيوفنا الكرام أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا فصل قصير ونواصل مدار الغد كونوا معي إذن نعود لمواصلة برنامج مدار الغد ومن استوديو الغد نرحب بضيفنا دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ومن العاصمة القاهرة أيضا نرحب بضيفنا السماني عوضالة الكاتب الصحفي السوداني ومن دمشق نرحب بضيفنا أسامة دنورة الكاتب والباحث السياسي ومن الخليل نرحب بضيفنا عماد البشتاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخليل أبدأ معك أولا دكتور طارق حضور أوكرانيا في هذه القمة العربية بأي عين ستراقبه روسيا أل ستنزعج من هذا الحضور هو بالتأكيد طبعا فيه رسالة سياسية مباشرة من قبل السعودية بدعوة الرئيس الأوكراني للمشاركة ذكرت أنه هو فيه جزء منه يعني محاولة مغزلة السياسة الأمريكية الجانب الأمريكي كانت لديه ولا تزال تحفظات عديدة على عودة سوريا إلى الجامعة العربية وانفتاح طبعا الدول العربية عليها في الزل قوانين راضعة القضية مش قانون قيصر يعني الجميع مع عودة سوريا لشغل الموقحة في كل مؤسسات القمة العربية وأرجو أن نفهم هذا أن سوريا ونحن كمصر حرسين على عودة سوريا إلى شغل الموقحة لكن لدينا هواجس ولدينا تساؤلات ولدينا إشكالات متعلقة باليوم التالي لعودة سوريا العملية السياسية المعارضة السورية القوات الأجنبية الموجودة على الأراضي السورية وبالتالي فيه جملة من الإشكاليات طبعا متعلقة أيضا بالإعمار مشروعات الإعمار وإعادة تدوير الدور السوري في الإقليم وفيه جزء منه طبعا مرتبط بالوجود الإيراني في سوريا وبالتالي هي مهدد أو مهدد للأمنة القومي العربي بسورة أو بأخرى السعودية حتى الآن في الخطوة الأولى لاستئناف العلاقات لكن بطبيعة الحال هناك ارتدادات عديدة ربما تكون إيجابية ربما تكون سلبية لازمنا لا نعرف كيف ستدار الأمور في اليمن برغم كل ما يجري من توافقات وبالتالي الدول العربية الآن تتحدث بلغة جديدة لغة واقعية فيها نوع من الرشادة السياسية وبالتالي هل روسيا ستتقبل هذا؟ طبعا الجانب السعودي قام علاقات جيدة مع الجانب الروسي وكانت هناك قمم واتصالات ولقاءات وأمور عسكرية وستراتيجية وأنت تعلم من السعودية سعت للتسليح الروسي منظومة الإسر بعمية وتفاصيلها الكثيرة لكن في النهاية روسيا لن تقف في مواجهة لأنها هي طرف أصلا إقليمي الآن روسيا على مقربة من الدول العربية بوجودها العسكري في سوريا ولديها قاعدتين ولديها انتشار وعادة موضع قوات فبالتالي الحديث هنا على أنه يعني تبقى فيه مناكفة عربية بين الطرفين في الملف بحيث أنه نستدعي دور عربي في الملف الروسي الأوكراني حكون أمين وصريح مع حضرتك السياسة عوزوا بله من السياسة وشر السياسة فبالتالي أتحدث بجمع الإنشائية وعاطفية جزء منه هو مرتبط كيف تتحدث مع العالم وبالتالي أنت الآن في السعودية طرحت دور ومقربة عربية لملفات عديدة منها ملف أوكرانيا وروسيا لكن أيضا أنت مطالب بالرد على السياسات الأمريكية السياسة الأمريكية جائرة السياسة الأمريكية هي من دعمت إسرائيل هي من قوت إسرائيل وتحدثت عن أمن إسرائيل وتحدثت عن ضرورة توفر الأمن لإسرائيل وكأن إسرائيل هي وحدها المطلوب أن يتوفر لها الأمن ماذا فعلت الولايات المتحدة في ملف القضية الفلسطينية وهي التي انفرضت بالوساطة وعطلت وخربت كل الوساطات من باريس وأنوتو وكل الاتصالات واللقاط حتى موسكو مؤتمر موسكو للسلام الشرق الأوسط وبالتالي النهاردة في فرصة عربية جيدة لا أريد أن أختزل مع حبي الكبير لسوريا في أنها قمة سوريا لا هي قمة للعالم العربي وقمة لاستعادة النظام الإقليم العربي الأشقاء في السعودية بزلوا مجهودات كبيرة وأعتقد أن التلات دول الرئيسة في الإقليم نتمنى أن تتعافى سوريا لتكون معهم هي مصر والسعودية والإمارات تستطيع أن تقود مسيرة العمل العربي لكن خلينا أقول مشروعات الأمن والتعاون الإقليمي اللي عرج عليها أحد الزملاء العزاء جزء منها مهم الآن أنت وأنت تقيم علاقات تعاون إقليمي مع إسرائيل كيف سنتعامل مع إسرائيل وهي تقوم بكل هذه الممارسات الإجرامية تجاه الشعب الفلسطيني وبالتالي الحديث عن التطبيع يجب أن نتوقف قليلا يعني إحنا ونحن نتحدث عن مشروعات السلام الاقتصادي والأمن مقابل السلام وغيرها من التفاصيل أعتقد لابد أن يكون لنا وقفة في هذا الإطار طيب ولكن دكتور طارق في إجابتك عن هذا السؤال أنت استعادت من شر السياسة رغم أنه دائما بيقال بأن السياسة هي فن الممكن هي فن إيجاد الحلول لماذا هذه الاستعادة إذن؟ هقول يا إبنه السياسة فن الممكن والمستحيل وفن الممكن والمستحيل أن تطرح رؤيتك السياسية مع الحفاظ على مصالحك الرئيسة ومرعاة مصالح الآخرين أنت الآن تتحرك في مساحة كبيرة في الإقليم أنت الآن تصيغ علاقات عربية دولية بصورة جيدة عليك أن تستخدم كل القوى المتاحة لك يعني لا أتصور أن الحكومة الإسرائيلية سترتضع أو أن تقبل بخيرات سلام ما لم تستمر المقاومة الفلسطينية ولن تأتي إليك سواء تتقبل أفكار المبادرة العربية لأن المبادرة العربية لكي أكون أمين وصريح مع حضرتك المبادرة تجاوزتها الأقدار كل الأفكار والمقترحات تجاوزتها الأقدار فكان لابد أن أنت تطرح مبادرة جديدة أو أنك تطرح مقاربة جديدة يعني على أطلال هذه المبادرة بونودها أصلا سيدي انتهت بصورة أو بأخر أنا أعتقد فيه فرصة ذهبية العالم العربي الجديد تشكل النظام الإقليم العربي الآن جيد يمكن أن يبنى عليه نرحب بعودة سوريا الشقيقة لكن لابد أن تستوعب سوريا في نطاقها الإقليمي لابد أن نحل مشاكلها مشروعات الإعمار مشروعات استعادة سوريا أن تخرج القوات المرتزقة من أراضيها سيدي أنا أشعر بمرارة وأنا أرى القوات الأجنبية على الأراضي السورية يعني من حق زميلي في سوريا أن يقول هذا الكلام لكن أن يوجد جيش أمريكي ويوجد جيش روسي وتوجد إسرائيل التي تمرح في السماوات السورية في مناطق الجنوب وغيرها متعاقبة طبعا قوات حزب الله والحرس السوري وهذا أمر يعني لا نستحمله كعرب بسورة أو بأخرى فلا تزال سوريا وسماوتها يعني متاحة لكل هذه القوة وأعتقد أن نستعيد سوريا لأنها قوة لنا في نظام الإقليم العربي طيب سيد سماني أعود إليك البيان الختامي للقمة العربية من بين ما دعا إليه إلى تغليب لغة الحوار في السودان والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية والدعوة إلى التهدئة ولكن ما هو الطريق لتحقيق كل ذلك حقيقة ما حدث في السودان في 15 ربريل وحتى الآن هناك تدمير كبير جدا للمؤسسات الدولة سواء كان الخدمية أو التنموية فبالتالي أن الحرب التي دارت في السودان خلال الفترة الماضية دمرت كثير من البنية التحتية كثير من المؤسسات فبالتالي أن الدعوة للحفاظ على المؤسسات الدولة هي في إطار التهدية وفي إطار الوصول إلى تسوية القمة العربية يمكنها أن تتحرك حيث أنها تحركت منذ أول يوم في اندلاع لهذه الحرب تحركت دمولية مصر العربية تحركت المملكة العربية السعودية تحركت الكثير من الدول العربية السعودية ومن خلال المبادرة أو الألية الربعية هي التي بدأت تتحرك لإحتواء الأزمة وضم التوصل مع الأطراف وطرح موضوع الهدنة لوقف إطلاق النار واستضافة المملكة العربية في جدة للمفاوضات التي تجرى حاليا في أراضيها للوصول إلى التهدية فبالتالي أن القمة في بيانها الختامي أشارت إلى ضرورة الوصول إلى تسوية والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة التي تعرضت لانتهاكات وتعرضت للدمار من قبل المليشيات المسلحة فبالتالي أن هذه هي دعوة صادقة من هذه القمة لوخف أو الحفاظ على ما تبقى من هذه المؤسسات فبالتالي أن أعتقد أن هذه الدول العربية من خلال العلاقات التي تربطها بقادة قائد القوات المسلحة أو قائد قوات الدعم السريق خاصة وما يربطهم به من علاقات مباشرة يمكن أن الاتصال بهما والتوسط لوقف هذا الغتال والوصول إلى تسوية وبالتالي عدم اتخاذ المؤسسات المدنية والمؤسسات الخدمية مغارن لها أو استهداف لهدافها العسكرية فبالتالي أن كل الغادة العرب لديهم علاقات وعلى لديهم اتصالات سواء كان مع قائد قوات الدعم السريع أو مع قائد القوات المسلحة فبالتالي من خلال هذه العلاقات يمكن استثمارها في الوصول إلى تسوية والوصول إلى مفاوضات تنهي حالة الحرب التي يشهدها السودان ووقف التجمير الذي أصاب هذه البنية التحتية والمؤسسات الخدمية والمؤسسات الدولة المختلفة طيب سيدة أسامة دانورة في دمشق لو عدت إليك سأسأل عن كيف ستتعامل سوريا مع القوات الأجنبية الموجودة على أراضيها وبعد عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية هل نترقب دوراً عربياً مسانداً لسوريا في هذا الشام؟ طبعاً بكل تأكيد نحن هنا نتحدث عن وجود لقوات أتت لدعم الشرعية في سوريا والدولة الشرعية ولمحاربة الإرهاب وكنا نتمنى في إحدى المحاضرات قبل يومين ذكرت أنه في عام 1958 عندما حشدت تركيا على الحدود السورية كان عدنا من درس شبيه أردوغان قام جمال عبد الناصر جزعيم جمال عبد الناصر بإرسال القوات الخاصة المصرية لكي تحمي الحدود السورية كنا نتمنى أن تكون هناك قوات عربية تحارب الإرهاب وتقف في وجه محاولات وجود قوات أجنبية وقوات احتلالية ولكن هذا للأسف ليست لم تكن المنظومة الرسمية العربية بالقوة لكي تتخذ مثل هذه القرارات وبالتالي فأي دولة تبحث عن الشريك كما يقال الأهل للثقة والقوي والقادر على أن يصنع الفرق وأن يكون داعما قويا لذلك يعني ضيفك الكريم في الستوديو يعني يصعب عليه يصعب علينا أكثر وجود الاحتلالات ولكن ما يصعبش عليك غالي يا دكتور يعني نحن القوات الموجودة لنصرتنا ولنصرة استقرار الدولة هي لا يمكن مساواتها بالقوى الإرهابية التي كانت وداعميهم ويعني إذا كنا نريد أن نتحدث عن معارضة سورية لنسأل ما أخبار حزب الحرية والعدالي لنخرج من هذا الإطار المستهلك من البروباقاندا ونذهب إلى المصطلحات الواقعية يريد أن يرد على هذه النقطة دكتور طارق يعني أنا أعتقد أنه يعني أنا أتفق مع زميل العزيز من سوريا لكن هي فيه إشكالية متعلقة بأنه إذا كنا نسترد سوريا الآن فلا يمكن أن نسترد سوريا في ظل وجود قوات أجنبية الدول العربية عليها بطبيعة الحال إعداد مقاربة للتعامل مع ما هو قادم لكن إذا علمت حضرتك أن القوات الروسية بالقواعد العسكرية الموجودة بإعادة تموضع القوات بكل هذا الوجود الأجنبي كيف سنتعامل حضرتك مع سوريا الشقيقة وكل هذه القوات على أراضيها طبعا يجب أن نميز إذا كنا نتحدث عن سردية جديدة ونتحدث عن رواية مختلفة القضية لا نتحدث هنا عن قوات مرتزقة ومليشيات أجنبية ونتحدث عن وجود قوات لها صفة رسمية يعني فيه فارق كبير جدا بين الحالة المصرية بعد هزيم ال67 وأنت تذكر حضرتك أننا الروس أعادوا تعويم دور الرئيس جمال عبد الناصر والفترة الناصرية ثم انتهت ودخلنا حرب أكتوبر وانتصرنا في هذا الإطار الروس يكررون هذا مع سوريا الآن ومع الدولة السورية لا نقول النظام لكن الإشكالية الآن هل ستبقى هذه القوات موجودة على الأراضي السورية لا أحد في سوريا وخارج سوريا يتمنى أن يجد سوريا مقسمة بهذه السورة تواجد لقوات تركية تواجد لقوات أمريكية تواجد لقوات روسية إضافة طبعا للتنظمات الإرهابية وأنا أتفق مع زميلي العزيز أنا هذه القوات هي قوات مرتزقة وهي قوات عميلة وقوات كذا لكن ماذا عن القوات دول أنا أتحدث هنا عن وجود لقوات تركية قوات روسية قوات أمريكية قواعد عسكرية هذا أمر لا يمكن لأي سوري أن يقبله بصرف النصر هل من السهل إخراج هذه القوات من الأراضي السورية؟ لن يكون سهلا الحدود التي رسمت بالدم في سوريا حدود التي رسمت بالدم لا يمكن إخلقها بهذه السورة للأسف أن نقول هذا استعادة سوريا ستطلب مجهود عربي شاق وخصوصا في مشروع الإعمار إعادة تأهيل المناطق وإعادة اللاجئين لدينا هم كبير في سوريا أن تعيد اللاجئين أن تعيدهم من دول الجوار الإقليمية أن تبدأ مشروع إعمار أن تعيد تأهيل الدولة السورية بأكمل جهد كبير وجهد على الدول العربية إذا أردنا خيرا باستعادة سوريا لموقحها سوريا دولة مهمة نحن نتحدث عن الجيش السوري في سوريا الجيش الثاني والثالث لديك في مصر فنحن لدينا حنين إلى سوريا دائما أشكرك شكرا جزيلا ضيفنا في الستوديو الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة شكرا جزيلا لحضورك معنا في مدار الغد الليلة كما نشكر ضيوفنا أيضا السيد السماني عوضالة ضيفنا من القاهرة الكاتب الصحفي السوداني ونشكر ضيفنا من العاصمة دمشق السيد أسامة دانورة الكاتب والباحث السياسي ونشكر أيضا ضيفنا من الخليل الدكتور عماد البشتاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخليل إذن انتهت حلقة اليوم من برنامج مدار الغد شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة